طيب ابقناع أستاذ محمد انظروا إلى خطورة الأمر يا أستاذ صالح يمكن لأي خطأ مثل هذا أن يجر البلدين إلى حرب عالمية حقيقة أن روسيا هي غير قادرة على خوض حرب عالمية هي دولة إقليمية قوية ذات طموح لأن تعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي بل القيصر الروسي ولذلك بوتين بيستخدم الكنيسة الأرثوذكسية لأجل هذا لكن إن شاء الله لن يتحقق هذا الحلم لكن أنا أقول إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة فعلا في تمريغ أمف روسيا لماذا لا تدعم الثوار في سوريا لأجل تمريغ روسيا أيضا في سوريا يعني يوم بتكون الدولة في جبهتين بتكون خسائرها أكثر وأشد وعندما التوابيت بتتوجه إلى موسكو وبتتوجه إلى كل الأهالي بتقوم ثورة مضادة ضد هذا بوتين المجرم لذلك نحن ندعو الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاتحاد الأوروبي أيضا إذا كنتم جادين حقيقيين ترى الثوار السوريون بانتظار الدعم العسكري لنريكم كيف ستكون روسيا وكيف سيكون الدكتاتور بشار الأسد وبالتالي يستطيع أن يسجل لكم التاريخ صفحة مضيئة أنكم قد وقفتم لو مر واحدة مع الأحرار الشرفاء الطامحين نحو الحرية ونحو الكرامة والعزاء يعني مهما تكررت الحوادث من هذا النوع لا يمكن للروس أن يتجرؤوا على مواجهة الأمريكيين؟ أبدا حقيقة إلا إذا خنق بوتين خنقا اليوم نعم كلنا نشم رائحة رائحة أن هناك خطوات تمهيدية لتفتيت الاتحاد السوفيتي عفوا ليس الاتحاد الروسي لأنه كيان نهش روسيا دولة إقليمية ولكنها تمتلك ترسانة أسلحة من أيام تحاد السوفيتي وتمتلك القملة النووية وهون الخطورة من رعونة بوتين فلذلك يعني اليوم المحكمة الدولية الحقيقة عندما أصدرت قرار باعتقاله العمل على اعتقاله وتخليص روسيا منه وتخليص العالم من الشر أظن أن هذا هو طريق سليم ويجب حسم المعركة في أوكرانيا بدعم أوكرانيا بالسلاح ودعم الثوار السوريين أيضا بالسلاح لنمرغ أمف روسيا المجرمة ونخلص منها وتنعم المنطقة في سلام أستاذ بحسن موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر